مرحبا بكم مشاهدين الكرام عدد جديد من برنامجكم اليوميا نهار تراندينج ودائما أبرز ما يدور بمنصات التواصل الاجتماعي من سور وفيديوهات مشاهدين الكرام نبدأ عدد اليوم بالحداث التربوي التحاق ما يقارب أو ما يفوق 11 مليون تلميذ وتلميذة بمقاعد الدراسة حيث تميز اليوم الأول مشاهدين بحضور كبير للأولياء دعما منهم لأبنائهم وهو الأمر الذي صنع الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت تعليقات كالتالي في التعليق الأول كتب تعودة ميمونة لأبنائنا الأعزاء موفقين بإذن الله ربي يحفظهم ويحفظ وطننا الغالي وينم علينا بالهناء والصحة والرقي وليد الذي كتب دخول مدرسي موفق إن شاء الله نتمنها مليئة بالنجاحات لأبناء الجزائر وبالتوفيق للأسرة التربوية في أداء مهمهم النبيلة تعليق أم شاكي بلاثي كتبت ربي يحفظهم إن شاء الله يا ربي والنجاح وربدومها مشاهدين الكرام كانت هذه أبرز تعليقات طبعا كما صنعت أو كما صنعت العديد من المدارس الاستثناء هذه المرة من خلال اللباس المواحد كما نشاهد في هذه الصورة دخول مدرسي مميز بابتدائية بضياف علي بمدينة لمسيلة وهي المبادرة التي استحصنها الأولياء الذين تمنوا تعميمها لتشمل باقي المؤسسات التعليمية خاصة مشاهدين وأن مثل هكذا مبادرات تهدف إلى إزالة الفوارق الاجتماعية بين التلاميذ داخل المؤسسات التربوية أيضا مشاهدين الكرام من مدرسة تاج الدين بن عمهان بولاية خنشلة أيضا اللباس المواحد صنع الحدثة وأيضا مشاهدين كانت هذه الصور على الفيسبوك مرفقة بمنشور والذي كتبته أو تقول الخياطة المصممة لهذا اللباس كل الشكر لعم الوردي بن خليفة جامي شفت إنسان مسؤول يخدم وبضمير ويعامل جميع التلاميذ كولاده وبالك أكثر لآخر دقيقة وقف به ينجح المشروع تعليباس المواحد والحمد لله رغم كل العواقل صرات لنا قدرنا نجوزوها خسر صحته وخزر منجيبه وتعبت نفسيته غير به يفرح لولاد صغار كل تحية له ربي جزيه كل خير الناس القلال لي كيفوا إذن مشاهدين الكرام وكانت التعليقات بخصوص هذه الصور وبخصوص اللباس المواحد كالتالي في تعليق الأول كتبه ما شاء الله ربي يوفقهم وينجحهم إن شاء الله وإن شاء الله تعمم الفكرة في جميع المدارس وفي الأطور تعليق آخر كتبت اللهي بارك فكرة مليحة تمنينة لو كان عممت الفكرة في جميع مدارس بالبي باس مواحد للتلاميذ هكذا يكون أفضل المهم بالتوفيق للتلاميذ لقمان كتب بإذن الله ربي يوفقها شرفتنا أخياء وربي يقبل تعليق آخر من إلياس كتب بارك الله فيك وكل أو مصطفى الذي كتب من البيت ثم المدرسة تبدأ أي تقفى وينمي الوعي في المجتمع مشاهدين الكرام كريمة كتبت أحسن حل هو اللباس لمواحدها كالأطفال ما يحسوش بالفرق تعليق آخر من عبدالحق كتب ما شاء الله لباس محترم ويشرف المؤسسة وقطاع التربية كل الشكر والتقدير للمشرفين على هذا النظام الراغي مشاهدين الكرام وبي بولاية باتنا اخترم صاحب مبادرة الجزائر الخضراء فؤاد عفوا فرصة الدخول المدرسي لنقل هذه المبادرة إلى قطاع التربية وبتوزيع مئات الشجارات على التلاميذ متوسطة مالك بنونابي لغرصها والاعتناء بها تحت شعار فيد كل تلميذ شجرة مشاهدين الكرام نترككم تتابعون الفيديو ونستمع إليه ثم نعود إلى التعليقات أيضا اليوم رأنا في مؤسسة مارك بنونابي هنا في باتنا رأنا مع المشروع على الجزائر الخضراء ماذا بينا كل تلميذ تكون عنده شجرة اليوم جيبنا أشجار قصة تلميذ اللي يبدأوا اليوم متع السنة الأولى متوسطة عطيناهم الأشجار وقدوا إن شاء الله تكون الثانية والثالثة والرابعة ماذا بينا التلميذ هذا كامل يحتنيوا بالأشجار الغابية هذو يجبناهم لو هتشهر نطلعوا الغابة نغرسوا مع بعضنا باش يتهلوا فيهم وقلنا لهم لازم تكون عناية في الصيف بالسخي باش نصيبوا الأشجار هذو يخدموا عليكم تماما وعلى والديكم هذه من أحسن وأجمل المبادرات وكذلك كاختراح من الأستاذ معلة إدراج مادة أخرى وهي التربية البيئية في المؤسسات التربوية ككل ونحن نثمن ذلك أنا أعتبر أن هذه الشجيرة هذه بمثابة صدقة جارية سنعتني بها من أشيء أن نتركها لمنهم بعدنا إن شاء الله هذا العام دراسي يكون موثق إن شاء الله هذا المشروع تعالى الشجرة إن شاء الله ينجح مشاهدين الكرام التعليقات جاءت كالتالي عمر الذي كتبه ما شاء الله فكرة مليحة جديدة أن تصبح مشروع للأمة كاملة بالتوفيق إن شاء الله تعليق عبد الصمد كتب الله يبارك فيك يا أيها الرجل الطيب وفقك الله لخير العباد والبلاد تعليق أخير كتب الله يبارك فيك ركز على الأطفال ابتدائيا من أول سنوات لأن عقولهم أزالت نظيفة ونشأ جيلي حب الخير ويعمل ما هو في مصلحة نفسه ومجتمعه إذن مشاهدين الكرام كانت هذه أبرز التعليقات وبهذا قد وصلنا إلى ختام عدد اليوم من برنامج أنهار تراندينج شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر